طيب أستاذ عصامة احنا بنتكلم على كاس عالم عندها وبنتكلم عن حدث كبير لكن هل انت تشعر ان الاعلام او الصحافة او الشرع الرياضي حاسس بنفس البهجة بتاعت كل مرة لما الاهل بيشارك ولا التخبط اللي حصل في الموعيد ده خلى الناس مش حاسة ان حتى الفيفا مش مدي اهمية حتى للبطولات بتاعته من ناحية طبعا التخبط اللي حصل في الموعيد ومن ناحية تانية انه في نفس الوقت امم افريقيا ومنتخبنا بعد اخر مباراة في المجموعة بدأ يستعيد ذاكرة الانتصارات وبدأت اللعيبة يعني في انقلاب ناعم مع الراجل مساعد كيروش يعني يخلوا الراجل ايه بيمرن وكل حاجة ويقول لكن بيعدوا عليه حاجات بالطريقة زي كده الجد لما نقول ايه مش انت كنت عايزنا روح انا روحت اهو ويمرروا حاجات عليه وبالتالي ده عمل عازل كبير جدا خاصة انها فئوية يعني لنادي واحد وجمهور الاهلي زي ما دايما بنقول والنادي الاهلي قسس على وطنية القرار والدليل انه ما عندوش اي حوار ممكن يروح وييجي فيه بدءا من اعطاء اللعبين في الاوليمبيك جيمز بدءا من انه لعبته في امم افريقيا الاول والاخير ان يكونوا مع المنتخب ولا شأن لنا بكأس العالم للاندية وبالتالي الحياة بتدب في الجمهور الاهلاوي بنفس الطريقة هو ايضا مع منتخبنا كعادة كل افراد شعبنا يعني هنا عمل الجدار العازل بين البطولة نضيف بالكده انه في محاولات من الفيفا لانعاش خزائنه ببطولات كتيرة منها كاس العالم للاندية منها البطولة اللي فكروا فيها دي بتاعت النخبة والتعادل الاوروبي والفيفا عايز يروح كاس العالم كل سنتين بدل كل اربعة صراع على طرطة الرعاة والمعلنين وده اللي خلى قدته لما قالهم هكشفكو هشوفكو اللي هو لما قاله مش هتقعد انفنتينو مش مش هتقعد انت متستحقش تكون بنا وهدده انه يلمل اندية الكبرى ومنها النادي الاهلي ويبقى كل النجوم دي في افريقيا بشركات عالمية حتى قاله الملاعب دي يمكن شراءها وتحديث الاستادات وبالتالي البطولة هيكون يعني فيها دفوهات كتيرة جدا اولها واهمها ان انت اولا ممثل امريكا الشمالية جاي منهك ممثل افريقيا مخلي تقريبا من كل اسلحته يعني رايح في مهمة شرفية معبرة سيع النادي الاهلي بمنحضر لكن برضو لا وانت في يعني معارك كروية زي دي لا انت بتحتاج تجهيزات وكل ما يمكن ان يكون يعني غواصينك وطيارينك والسنايبرز بتوعك ومع ذلك الاهلي لا يغيب ابدا عن اي مشاركات وبالتالي لا البطولة مش واخدى حقها وده مش تقسير اعلامي الحقيقة يعني لانه هناك يثبت على منتخب مصري مش مجرد امم افريقيا زي ما قلت لحضرتك وكمان ما شاء الله عدل طريقه ولمنك كل وراء اكيد